السلام عليكم اخوتي اهلا ومرحبا بكم في مطبخ وصفات للا فاطي ماري وان شاء الله فيديو جديد نحضر معكم ان شاء الله فطائر لسه لنسرعين في الفصل لحظة المكونات ديالهم بصعطين اقتصاديين وكيجيو صراحة رائعين جدا كيجيو لذين بسه المهم بالنسبة للمكونات ديالهم فقا نحتاج واحد الاناء نضيفه فيه ملعقة صغيرة من الملح بالنسبة للملح يبقى على حسب الضوغ كذلك هنضيف هنا تلسة ديال المعالق كبار ديال سكر ساندة يمكن لكم مثلا ديروا احتر ربعه ديال المعالق يعني لابغي سواء ما كيجيوكم حلوين انا صراحة ما جونيش حلوين بزاف حتى معزيزش علي رحلوة بزاف الى كانت عزيز عليكم ديروا ربعه ديال المعالق يعني هلا لحتوا معي فانضيف واحد كيز ديال الباني اللي كيوزن سبعة قصي لخمسة جرام باش كنكو بيه وكاس ديال الما دافي لكيوزن مية وخمسين مليل لتر كذلك هنحتاج هنا يا ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية اللي هي خميرة الخبز خصوصا دبع الجو وراه راه ولا بارد كنحاول وطيع انكتروا شوية الخميرة وضفت هنا يا كاس ديال الحليب دافي اللي هي مية وخمسين مليل لتر صراحة بنسبة لها الفطائر هادو فضغية ضغية كيوجدو كنخمروهم غير مرة وحدة يعني ما كيتخمروش جوج مرات بغية كيوجدو هنا لاحطوا معي فغنحتاج كذلك حبة وحدة ديال البيض تنضيفها وكنضيف كذلك نصف كأس من الزيت نباتية اللي هي خمسة وسبعين مليل لتر هنا يا من بعد ما ضفت الزيت فمباشرة كنحاول هكيا نحرك الخالي ديالين زيال حتى كيختفى داك البيض بهاتي كالهدايا ومن بعد هندوزو نضيفو باقي المكونات اللي هي الدقيق بالنسبة للدقيق فغنحتاجو خمسة ديال الكسام ديال العنبة ديال الدقيق وربع كأس اللي هي خمسمية وخمسة وعشرين جرام ديال الدقيق وبالنسبة للدقيق كتبقوا كيضيفوها عارض وفوعات يعني باشا كي ما كتقصحوش العجينة ديالكم وخلاص بالنسبة للعجينة فما كان عجنوها شباتا تنبيد دانا فقط كان عجنوها غير بستطيل او لا بملعقة خشبية مهم ما كتحتش للدلك بتاتا تنحي تلجينة كسبقا خفيفة شوفوا معي هنا يا غير بسباطي لك هنجمعها المهم كان بلا نحركك غير بشوية بشوية وكان ضيف كمية الدقيق المتبقية على دفوعات خصوصا بالنسبة الربع كاس لاخير كتحاولو كي ترضو لبين قدروا تضيفوه كامل تقدروا تخليه من واحد شوية او لما تضيفوه شجاع اللي حتم معايا فاضفت واحد الكيس دي الخامير للحلويات اللي كيوزن 8 جرام وغربلتوه وكان بدا نحركو الخليط ديلي حتى كيتجمع الخليط يعني ما كيتدلك ما والو غير بسباطي لكم دقيق نحركو حتى كيخساف اذك الدقيق كامل وما كيبقى شيفان شوفوا معايا هنا يا غير عجينة مازالة خفيفة ورا يعني اه ما مسرع معاكم على الاقطع لوالو يعني ضغية ضغية اه الفطائر دينا كيتعجنو وكيجو صراحة زوينين بزاف حتى كيما معروف الفطائر كل ما كانو اخفافي القوام ديالو مخفيف كل ما كيجو زوينين بزاف شوفوا هنا يا غنزيد غير واحد اربع كاس هاتشكل هادا يا فالوقيت هادي ما غنزيدش كمية اخرى ديال الدقيق غنكتافي غير بهادي حتى لاجينة قصة تكون خفيفة وقتلتسق واحد شوية شوفوا ما كتلتسق بزاف خلاص ما شي شوية كتلتسق شي شوية غير حتى سباطيل ما كديد يعني كتلتسق بزاف انا غنوريكم ان شاء الله القوام ديالا في بدي بشكيا شوفوها مزيان شوفو معايا عجينة كسكون خفيفة وقتلتسق بليات عبساني ما شي ما زال العجينة جارية ما يعني خفيفة وشوية شاد طرصة اللي مهم اصلا واخديروها خفاف من اللي برتها انا يا فغا تجيكم زوينة كل ما كانت العجينة خفيفة كل ما كتجي زوينة اكثر غاحت معايا هنا يدهمت العجينة واحد شوية ديال زيت نباتية وارغطيها بالفلاستيك الغذائي كذلك نعطيها واحد ما نديرو نخليها تختامر جانبا وفي هاد لوقيت هادي عندو سنحضرو اه الكريم باتيسري بنسبة الكريم باتيسري اه الفطائر مش ضروري تديرو لهم هاد الكريم باتيسري يمكن لكم تصغنوا عليهم يعني ما تديروش كريم باتيسري بتاتا كما يمكن لكم تحضرو الكريم باتيسري بالبيض انا هنا يادر سغير بالكريمة لا لاحطوا معي جيسان ديال الحليب تطلم جو معالق ديال السكر وجوج معالق ديال كريم باتيسري البودرة وكن حرق مزيان وكذلك نكهت في واحد الكيس ديال الباني وكن حرق مزيان وكن وضع على الخليط فوق النار وكنخليه حتى كي عقاد مزيان اوكي تقال من بعد كندوزو نطروا كيا في واحد الاناء وندخلوك للجاة ونخلي حتى كيتماسك مزيان وعدك ساعات كندوزو ان نخدموها كيا باش كي يولي عبارة عن كريمة صراحة بنسبة هاد الكريمة هدي فانا حضرتها في اللول غير في المونتاج دخلت لكم هنا يا في الوسط ولكن انا راح حضرتها في اللول باش كيا كتلحقت برد من الافضل ديروها في اللول من يجهزوها عادك ساعات دوزو عجنو الخليط ديالكم يعني عجينة ديالكم عجنوها حيط العجينة اصلا كتختامر غير مرة وحدة يعني ضغية كتوجد يعني اللحت معي فان بعد ما بردت لي هاد كريمة تسري فنحاولك كي نطررها بيدي او اللا كان عندكم اهام الميكسور طرربوها به تاييرا كتطرب به غير هو هاد الخلط اليدوي كتاخد شوية ديال الوقت شوفوا معي هنا يعني بعد ما خدمتها فهد لقيتها هدي فالعجين ديالي اختامر اضعف الحجم دياله مباشرة ان شاء الله غاندوزو نخدموه كان حولوه كي اول حجم فرغم انه الهواء شوفوا معي بعد العجينة تسكون خفيفة هاتشكل هاد ايا وكندوز مكور العجينة ديالي الواحد الكوارة بتيكونوا صغير ورعين صراحة بنسبة لها للعجينة هادي فكي اضعف الحجم دياله بسا تكشي على ش الكوارة تديروهم صغير ورعين ايام خرجوا لي آآ خرجوا لي آآ نتفكر خرجوا لي سبعتاشر كوارة ديال العجين هاد العجينة هادي خرجت لي سبعتاشر كوارة لمهم هنا يا كانوا بقاولي شي وحدين ما قدونيش في الطاوة بقاولي يعني مهم خرجوا لي فطوطان سبعتاش نيالا لحتوا معايا فكي نحاولها كيا نقرس العجينة ديالي مزيان بهاتشكل هاد ايا حاولوا نترقوها مزيان حي تكتنطفخ الفارضان اصلا احنا ما بغيناهاش جينا غليضة هنا يا من بعد ما سرحت العجينة ديالي كنحاولوا نديروها بعيدة على بعضياتها مباشرة كندهنها بصفار لطيض اللي لفتلقات راسم الخل وكندوزو نشكلوها بنسبة تشكيل فيمكن لكم تشكلوها كيب اي حاجة انا هنا يا عندي هاد لم يشت هدايا كنناخد به آآ العلامة كنحاولوا كين دي العلامة في يعني بحيث يكونوا تمانية الرشطات مهم انا اخدي سكيا القياس بهذا المشطة هاد يغل باشا يجيون العلامات نيشان ما يجيوش عوجين ممكن لكم اكا يديرو سكين او لا اي حاجة مهم ما علينا هنا يا نفس العلامة اللي درتها دك المشت كنحاولها كيا نديرها بالكريمة بالنسبة لكريمة حاولوا اديرو واحد الكنية كتيرة ديالكريمة يعني يعني منين الطوشت يخرج لكم واحد الرشطة ديالكريمة اللي تكون غليظة باشا كيحتمني كيطيبوا الفطائر ذلك الكريمة اللي كتكون فيهم كسبقها داينة وكتجي يعني مرسومة فيهم ما كتتقطعش حيت هما كينتبقوا في الفران خصة تكون قصة يكون الخط ديالكريمة غليظة شي شوية المهم الكريمة كاملة الله تكفتني في هاد الفطائر لا لاحطوا معايا هنا يام بعد ما طيبتهم في الفران النار اللي كتكون مهيلك شعلت لهم غير من اللي تحت خليتهم حتى تحمروا شي شوية وذي كيتلع فيهم وتحمرهم بعد شعلت لهم العافية من الفوق من شعلت لهم العافية من الفوق ذاكي كريمة كتسيح واحد شوية وكتجي بحلي محفوها فيهم المهم كيكون هادا هوش كلين هم بعد ما زينتهم بوح شوية ديال مربا والكوك بصراحة كيجي ورائع جدا كيجي ولددين بززاف كيجي وخفافين ورطبين وشاشين وكيدوبوا دوابان في الفم كنا سمنا ان شاء الله اجربوا من الاعجاب ديالكم وانا اكيد ان شاء الله لازل رسوم فغير اعجبكم بزا فلحقاش فعلا كستحق